فإذا ما هو هذا الحق اللي بنتكلم عنه كلمة الحق هي كلمة كبيرة جدا ما هيش كلمة صغيرة وبتشوفها في إنجيل يحنى مثلا هو إنجيل الإيمان لكن في نفس الوقت هو إنجيل الحق فبتشوف هذه الكلمة متكررة في بشارة يحنى في الإنجيل المقدس وحتى كمان متكررة في رسائل يحنى الثلاث فبيتكلم عن شخص يسوع المسيح الذي هو الحق فإذا ما هو الحق بعيد عن التفسيرات اللغوية الكثيرة في القواميز خليني أكلمك عن الحق بحسب كلمة الله فالحق موجود في العهدين العهد القديم والعهد الجديد كلمة حق في العهد القديم تعني أميت وكلمة أميت يعني دائما بتسمعها إذا أنت ساكن مثلا في الأراضي المقدسة بأميت تقيدلي بأميت حكيلي بصراحة حكيلي بالحق حكيلي بالحقيقة يعني كاما أو بتعني الصدق يعني حكيلي بصدق هاي الكلمة المشهورة في اللغة العبرية اللي هي أميت في اللغة العبرية تجسيم للحق لكن في اللغة اليونانية برضو هاي الكلمة قوية جدا بتتمشى مع نفس الكلمة العبرية نفس الكلمة العبرية أميت اللي هي حتى مترجمة في العهد الجديد أميت ورح أقرأ آية أو اتنين ففي اللغة اليونانية الكلمة أليثية برضو تتكلم عن الحق المتجسد في شخص المسيح يعني إن أردت أن تعرف الحق لابد أن تنظر إلى مقياس إلى مصدر هذا الحق اللي هو يسوع المسيح طبعا من الكلمة أليثينوس تتكلم الحق والشيء الجميل أن هذا الحق هو مرتبط في صفات الله وتعطي التوازن والتناغم بين الصفات لاحظ يعني ترجموها بالعبرة في العهد الجديد في تدعو أتها أميت في ها أميت تشحرير أتخيم وتعرفون الحق والحق تحرركم أو يحرركم وبرضو عندما قال يسوع أنا هو الطريق والحق والحياة ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بيه في اللغة العبرية أني هديرخ فيها أميت الحق يعني أليثينوس أليثية أني هديرخ فيها أميت فيها حييم الحياة إن إيش با إلها أف إلا درخي يعني لا يمكن أي شخص أن يأتي إلى الآب إلا درخي درخي يعني طريقي إلا عن طريقي أنا فهو الطريق للآب وهو الطريق للحياة الأبدية